السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا سنة ثالثة عاملين ايه معاكم زملتكم اميرا ماهر طبيب امتياز هنتكلم قبل ان نبدأ في موضوع التيتوريال الشباب نريد ان ندعي لكل زمان لتوفهم الله ربنا يرحمهم جميعا ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته نبدأ في موضوع التيتوريال بتاعنا يا شباب التيتوريال عنوانه ايه public health surveillance public health يعني الصحة العامة وسيرفيلانس يعني معناها اه مرأبة استطلاع حاجة زي كده احنا الفكرة في ايه بقى احنا يعني هنتكلم معني في التيتوريال ده الفكرة ان انا عندي لو انا عندي ديزيز معين موجود في المجتمع انا عايز عمله surveillance يعني ايه يعني انا احق ان انا ابدأ اجمع داتا عني الديزيز ده الديزيز ده منتشر في مكان ايه انتشر امتى انتشر وسط ناسة في انهي اعمار بالزبط طب في الميل اكتر ولا في الفيميل طب الديزيز ده مثلا ان اقدر الاقي له علاج ده بقدر اردي الناس العلاج ده او المصل ده وعليجوا منه اه طب انا هفضل اتابعي الديزيز ده اشوفه هيقل مع الوقت ولا هيزيد ولا هينتشر اكتر ولا ايه فدي معنى كلمة surveillance يعني احنا كل اللي احنا هنتكلم فيه ان احنا هنبدأ نشوف surveillance ده يعني ايه surveillance؟ مين اللي هيعمله؟ طب بنعمله ليه؟ طب ايه الديزيز اللي تستهل ان انا اعود اعمل لها surveillance وعود اتابعها واشوفها وكده اه طب انا هجمع عاداتها ازاي وهجمعها منين اه وهنشوف يعني ازاي اقدر اقيم surveillance اللي انا عملته ده اللي هو مطابق مسلا للمعايير ومزبوط وانا عاملة surveillance صح ولا مش عاملة صح هي التوتوريا الكله عن الموضوع ده وعن الفكرة ده هو يبان طويل بس هو ان شاء الله يبقى سهل وبسيط يعني احنا هنتكلم شوية عن عن شوية حاجات من دول ونحل شوية اسئلة نتدرب على الموضوع بعد كده نكمل الجزء التاني ونحل شوية اسئلة فما تشالوش عن المتوتوريا الخالص وان شاء الله يبقى سهل وبسيط طيب اول حاجة definition of surveillance. Surveillance هو in going systematic collection analysis interpretation and dissemination of health data to take an action. يعني ايه? الفكرة ان انا عندي health data. يعني انا عندي data عندي معلومات عايزة اجمعها عن مثلا disease معين. ال data دي انا هعملها collection ان انا هجمعها. طب انا بعد ما اجمع ال data خلص كده لا انا ال data دي بعد ما اعملها collection هعملها analysis and interpretation هبدأ احللها. ال data اللي انا جمعتها دي بقى في الاخر انا وصلت ان ال disease ده مثلا ايه? في الميلز قد ايه? والفي ميلز قد ايه? طب جيب في اعمار ايه? طب في اماكن ايه? ولا في دول ايه? ولا ولا الاماكن اللي منتشر في ايه? فانا هبدأ احلل ال data اللي انا جمعتها دي. تمام? وطبعا ال surveillance ده بيبقى on going systematic collection. يعني انا بابقى مش بنظام كده بابقى مش systematic يعني مش عشوائي كده. المفروض بابقى مش على خطوات معينة. ان انا مثلا هجمع ال data هعمل لها analysis. هبدأ ان انا عمل لها dissemination. ان انا هوزعها. هبدأ ان انا وزع ال data دي اللي معايا دي لي authorities تانية اعلى مني او لمنظمات تانية او لاماكن تانية هتبدأ تشتغل هي عدتها شغلة اكبر شوية واوسع شوية. فالموضوع كله بقى من اول collection لحد dissemination كل ده المفروض يبقى ماشي systematic. وانجونج يعني بشكل مستمر. انا ماشي بطريقة منظمة. وماشي باستمرار في موضوع surveillance ده. لو انا مثلا ماسك disease من اوله هبدأ اكمل معا شوفه وصل لفين بقى حصل ايه زاد ولا قال. طب لو انا مثلا لقيت له دوة معين لقيت له فاكسين معين. طب انا لما ديت الفاكسين ده جابني نتيجة ولا مجابش نتيجة. فالموضوع كله يعتبر ايه? systematic and ongoing. تمام كده يا شباب? اه طيب. surveillance provides the information for descriptive epidemiology. يعني ايه descriptive epidemiology? ان انا الديزيز اللي عاني ده عشان اوصفه ده descriptive epidemiology. انا عاني ابيديميولوجي. الديزيز ده بابدأ اوصفه ازاي من حيث person, place, time. الديزيز ده منتشر ما بالنس في انهي عمار. الديزيز ده منتشر في انهي عمار في السن الصغير ولا في middle age ولا في old age ولا ايه طب انهي six male ولا الفيميل ولا ايه والديزيز ده عمل لي symptoms ايه وعمل لي اعراض ايه وcomplications ايه ومش عارفة. كده انا باوصف الديزيز. تاني حاجة برضه هوصف الديزيز من حيث الفيليس هو انتشر في انهي دول في انهي اماكن. لو في نفس الدولة فانهي مكان في الدولة. تمام فانهي ظروف. فانهي بيئة انتشر فيها الديزيز ده. طب وبرضه هوصف الديزيز من حيث time. اه هو انتشر امتى. فانهي توقيت. فانهي سنة. اه يعني انا عشان اوصف او اعمل descriptive epidemiology للديزيز اللي عندي. ان انا مفروض ووفر عنه التلات معلومات دول. person, place, time. مين اللي هيقدر يوفرني المعلومات دي عن الدزيز? ان انا عمل surveillance ان انا اعمل بحث او 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 مراقبة للديزيز ده. امسكه كده من اول ما ومع الوقت بقى زاد قال له حصل ايه? فهو ده استيرفيلنس. استيرفيلنس هيوفر لي المعلومات. المعلومات دي هي لا تديني يعني المعلومات اللي انا جمعتها دي هي دي اصلا descriptive epidemiology او المواصفات اللي انا بوصف بها الديزيز اللي عندي. تمام? فاستيرفيلنس هو اللي هيوفر الانفرميشن اللي هي اصلا هتفيدني في descriptive epidemiology بتاع الدزيز من حيث من حيث person والplace والtime. تمام كده يا شباب طيب. هو perform public health surveillance. مين اللي بيعمل السيرفيلنس ده? اي حد بيعملو ولا مين اللي بيعملو? اول حاجة epidemiologist. ان في ناس اصلا متخصصة في كده انها انها هي مسؤولة او متخصصة انها تبحث كده عن اي مرض جديد بيحصل اي حاجة جديدها بتحصل مثلا او مرض بيظهر او حاجة بتنتشر. هم مسؤولين ان هم يكتشفوها ويبتد ان هم يرقبوها ويشوفوا هيحصل فيها ايه وايه الجديد اللي حصل والكلام ده كله. برضو من الممكن يعمل السيرفيلنس تاني اي حد في يعني ممكن ان هو يعني يبقى ليه تعامل مع الديزيز ده زي الدكتور زي نيرسز زي كلينيكس اي حد ممكن يتعامل مع الديزيز. تمام? اه الفارماسيز الصيدليات يعني انا مثلا انا عايز اعمل مسلا سيرفيلنس عشوف مثلا مرة الضغط ده مثلا اه نسبة انتشاره قد ايه والمعدل بتاعه قد ايه وفي انهي اعمار والكلام ده كله. انا هعمل سيرفيلنس طب ايه يعني ايه لقطة اذا انا قلنا مش الابديميولوجيست دي شغلته. الميديكال بروفيشنالز الدكتور زي مثلا هم اللي بيبتدوا ان هم اه بيتعاملوا مع مرضى الضغط والحالات دي وهي جمعها معلومات ويبتاقوا يعمل له سيرفيلنس. اه طب ايه علاقة الفارماسيز بالموضوع برضو الصيدليات? لو مثلا الصيدليات مثلا بيتسجل فيها داتا ان حالات ايه اللي جات واسط الضغط ومن اصحاب الضغط العالي والنسبة بتاعتهم قد ايه وهم ميل اكتر ولا في ميل دي كلها معلومات تقدر تفيتني في السيرفيلنس بتاعت. يبقى على مستوى الفارماسيز كمان الصيدليات تقدر توفر لي معلومات او هم وحتى اللي شغلين في الفارماسيز الصيدلي مثلا يقتروا ان هم يعملوا السيرفيلنس ده. رابع حاجة الهيث انشورانس بروفايدرز يعني ايه الهيث انشورانس اللي هو في مناطق التأمين. لو حد رايح يعمل ورق التأمين او او بيعمل التأمينات بتاعته بيبتدي يقدم ورقة بالحالة الصحية بتاعته. فانا برضو من خلال الورقة دي اقدر اقيم برضو. لانا جالي مسلا ناس تجلت عندي كم حالة مسلا اه كم واحد هو بيعمل التأمينات في كزا حالة مسلا عندها الضغط في كزا حالة عندها السكر في كزا حالة مش عارفة عندها مرض ايه في كزا حالة عندها كبني ديزيز في كزا حالة فانا دلوقتي جمعت عملت حصر لي الداتا دي وعرفت كم حالة عندها ضغطي كم حالة عندها سكر كم حالة عندها مش عارفة مرض ايه ومرض ايه ومرض ايه ده كله منين من منطقة واحدة بس من فكرة التأمينات بس النوم الناس اللي هتروح تأمي للتأمينات هتقدم ورقة بالحالة الصحية بتاعتهم تمام بعد كده الاميرجنسي ريزبوندرز برضو الناس اللي شغالة في الاميرجنسي او في الطوارئ لانها ممكن دي توفر لي معلومات عن مثلا الحاجات الطرقة اللي ممكن تحصل انجرز معينة ممكن تحصل كطوارئ او حوادث او ايا كان منها من اول ناس هتتتعامل مع الحالات دي الاميرجنسي بس بوندرز اه بعد كده البيبليك هيلث ديبارتمنت يعني بقى المنظمة بقى الكبيرة بقى اللي هتاخد الداتها دي اللي هي بقى المسؤولة بقى سواء كانت لوكل على مستوى البلد اللي انت فيها او ستيت او فيدرال يعني على مستوى المنطقة اللي انت موجود فيها او على مستوى الدولة كلها او على مستوى عالمي دي بقى الهيلث ديبارتمنت دي الحاجة الاكبر شوية اللي بتبتدي برضو نها تعمل سيرفيلانس وبتجمع ايه ادى تبقى من اللي ممكن يعمل السيرفيلانس عندي الابديميولوجيستز هم اصلا متخصصين في الموضوع ده الميديكال بروفيشناتز دوكتورز نيرسز كلينيكس الفارماسز الهيلث انشورانس بروفايدرز الاميرجنسي ريزبوندرز والببليك هيلث ديبارتمنت طيب انا ليه بعمل السيرفيلانس ده ايه الفايدة منه قالك بكوز ات كان ايه بقى استمد انا دات عندي ديزيز معين او عندي مشكلة معين انا لما اعمل اجمع المعلومات عن المرض ده او عن الديزيز ده واجمع المعلومات كده وحللها كده يعني بالبلد كده هفنط كل المعلومات الخاصة بالمرض ده انا ده اهارف حجم المشكلة اللي عندي ايه مشكلة كبيرة ولا مشكلة بسيطة ولا محتاج علىك ضروري ولا ولا مش ضروري قوي فانا هعرف حجم المشكلة ايه لما اجمع معلومات وحلل المعلومات اللي انا جمعتها دي تاني حاجة انا برضه اما اجمع الملوات هعرف المرض ده موجود فين بالزبط جغرافيا وفي البلد دي ولا في البلد دي ولا في البلد دي طب لو في الدولة دي فانه منطقة في الدولة يعني فانه مكان فانا هقدر احدد برضه المرض ده منتشر فين جغرافيا انا هعرف الدزيز ده بدأ ازاي الدزيز ده مثلا ده بدأ مثلا بواحد جاله المرض ده في الدولة الفلانية بعد كده لقينا ظهر حالتين تلاتة في دولة تانية بعد كده ينتشر في دولة تالتة في دولة واربعة فانا عرفت الدزيز بدأ منين ووصل لفين فانا عرفت الهيستري بتاعه رابع حاجة تتكتب انا الوقت لو في منطقة حصل فهي ابيديميك ابيديميك يعني حاجة زي ايه أن المرض انتشار مرة واحدة في عدد كبير من الناس في مكان محدد وهو المرض انتشار في عدد كبير منهم وهذه البعوت مر cola لكن في ديفك وهذا فبقى الآلاقب المرض انتشار معقول عالميا وفي جميع الدول لكن البعوت είναι أنها يأتي في وجود من الدول معين والمرض انتشار في عدد كبير من الناس مرة واحدة وعدد كبير مفاجئ فهو ذلك البعوت وهذا مرعاق عن هذا المرع أو أن ألاحز هذا المرع أو نعمل rempl laz laboratory هبدأ اكتشف الديزيز ده على طول ايه ده ده في ايه بدمك حصلت مرة واحدة ايه اللي حصل لناس عدد كبير من الناس جالهم مرض معين انا عدرت على طول احدد المرض ده ليه لان انا على طول بعمل وبرائب الوضع الصحي وبشوف لو في اي حاجة جديدة حصلت خمس حاجة لو حد لوقتي بعمل الشخص ده عمل ولكن في مرض معين انتشر فهيبتدي يحط بقى فرضيات ونظريات طب المرض ده مثلا حصل نتيجة ايه نتيجة كذا او كان عنده مثلا جينيتك الناس اللي جالها المرة كلها مثلا عندها حاجة جينيتك مثلا مشتركة طب عندهم مثلا ريسك فاكتور معين فهيبتدي ان هم يحط نظرية وبعد النظرية هيبتدي يعمل بحث والبحث ده ممكن يوصل لنتيجة ممكن يوصل لفاكسين ممكن يوصل لعلاك تمام فدي فكرة ان انا هعمل جينريت هيبوفيزيس في الريسيرش بعد كده انا هبتدي اشوف بقى مع الوقت اي اللي حصل الانفكشن بيقل عندي ولا بيقل ولا ايه الحكاية بانتشر اكتر ولا لا هنشوف ايه التغيرات اللي حصلت في المرض ده اثر ازاي على الناس وانا ابتديت ان انا اعمل له وهبدأ ادور واشوف هلقل عليك زي مثلا عندما حصلت مثلا جائحة كورونا تمام حاجة جات فجأة وانتشرت مرة واحدة عند كل الناس في كل الدول وابتدي انا بقى نشوف نحاول نلقل عليك نعمل مثلا ندي عليك كده صبرت في كده فيتامينات وبتاع ندي ان احنا ندي ناس جلسات اكسوجين مش عارفين احنا بنحاول ان احنا نعمل اي حاجة نلحق بها الديزيز ده ونشوف هيبقى لها تأثير ولا لا على ما نحاول ان احنا نلاقي له بقى تريتمينت لقي له علاج ونبتدي ان احنا نطبق التريتمينت ده ونشوف هيجيب نتيجة ولا لقى تيل فكرة يعني برضو 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 ان انا هبدأ ان انا احط كده هخطط وهشوف ان انا اسئل هث السيرفزيز اللي انا هقدمها هتتقدم ازاي يعني مثلا انا في منطقة معينة ومنتشر فيها مرض بشكل بقى فضيع ومنتشر في المنطقة دي بذات عن باقي الدولة فبالتالي هبدأ اهتم بالمنطقة دي اتوفر لها السيرفزيز اللي هي محتاجاها هبدأ اوفر فيها مثلا العلاج اللي الناس محتاجا اي حاجة هم ما محتاجانها علشان نقضي الاول على المشكلة المنتشرة دي او الديزيز اللي انتشر ده ايدنتفاي ان انفستيجات اند كنترول اف اوت بريكس اور ابيديميكس برضو ده في الكلام الاوت بريكس على ديق شوية عن الابيديميكس ان برضو المرض ده انتشر في مكان بين عدد كبير من الناس في مكان معين فانا حاولنا انا الاول احدد الديزيز ده واعرفه واعمل الانفستيجيشنز بتاعتي واحاول اكنترول الديزيز قبل ما انتشر اكتر من كده ادلهم على طول العلاج اللي هم محتاجينه نلحق الناس نتابعهم نعزلهم مثلا لو محتاجين عزل قبل ما المشكلات تكبر اكتر من كده ايدنتفاي اترسك فور سيرتين ديزيز او ديز انا دلوقتي لما جمع معلومات عن ديزيز معين عرفت وبيجي في انهي اي جي عرفت وبيجي في انهي زيكس عرفت كل حاجة عرفت ايه الرسك فاكتورز اللي بتممكن تخلي الشخص ده يصب بالديزيز تم ده معناه ان انا هاقدر احمي الناس لو حد عنده رسك فاكتوري اللي اخد بالك انت ممكن يجي لك الدزيز الفلاني فالشخص يبدأ ياخد احتياطاته تمام فده يفيدني دي برضو من فؤية السيرفيلنس ان انا لما اعمل يعني عملت تجميع للداتة الخاصة بمرض معين قدر تنبه الناس مثلا المرض الفلاني الرسك فاكتوري اللي بيخليك تصب بالمرض ده عندك مثلا اللي اخد بالك انت ممكن يجي لك الدزيز يبقى السيرفيلنس كده مهم يعني مثلا في مرض ظهر مرة مثل اله اي في تمام ده مرض كده وبتدى ظهر مرة واحدة الناس ابتدت تتعب طب ايه اللي حصل مش فاهمين ابتدوا يعملهم تحاليل مش عارف ايه لحد اموصوا ان في المناعة تبتدي تقع ببتدي يزهر دزيز ابتدوا عارفوا الدزيز ده اللي هو الايه اله اي في فانا كده بما عملت السيرفيلنس وفضلت متتبع الاعراض والمشاكل اللي حصلت للناس ويقدر توصل ليه الديزيز اللي عمل لهم اللي عمل لهم السيمتومز دي تمام فانا قدرت اعمل ايدنتفاي حتى لو الديزيز لسه حاصل يعني new disease ما حدش يعرف عنه حاجة لسه اخر حاجة evaluation of preventive and control measures of the disease ان انا ببدأ طبعا كل ما اعرف بقى الديزيز واجمع عداته عنه وحللها واعرف عنه واكتر هبدأ اوصل بقى الفاكسين للديزيز ده هوصل لترياتمينت معين هوصل حتى لو هما مالوش علاج preventive measures حتى اي اجراء وقائش للناس تقدر تعمل عشان تحافظ على نفسها الديزيز ده فبالتالي السيرفيلنس مهم السيرفيلنس مهم ليه؟ عشان انا قدرت من خلاله ان انا اوفر كل الدياتا الخاصة بالديزيز اه قدرت احدد مكانه جغرافيا قدرت اعرفه وبدأ فين قدرت اعرفه ووصل لحد فين لو فيه اوت بريكس او ايبديميكس معينة قدرت ان انا اسيطر عليها علشان ما تنتشرش اكتر هبتدي احدد لو فيه ايه ديزيز جديد مثلا دخل على المجتمعات ده ان انا اعرفه القوته على طول واشوفه ويهام الهياليوشن الهيال والكنترول ميجرز اللي الناس محتاجت اذا احتياطات اللي الناس محتاجة تاخدها علشان تحافظ على نفسها ضد الديزيز ده تمام كده يا شباب طيب انت عملا تقولي مصطوب هنجمع داتا هنجمع داتا هنجمع داتا طب الداة دي احنا هنجمعها منين او هنجبها منين الداة دي احنا هنجبها من اما تكون يعني انا اصلا عندي موجودة في الهوزبيتال انا عندي اي مستشفى ده من اول الوحدة الصحية اللي بتبع على مستوى القرى لحد الادارة الصحية المركز الصحي المستشفى المركزي كل الاماكن دي اي عيام بيجي لي ملف صحي ومكتوف وعنده ايه وعنده مرض ايه وما عندوش ايه ولو عنده مرض مزمن متسجل فيه فكل الريكورد دي موجودة في المستشفيات انت مش هتتعفية انت لو رحت اخذت من المستشفى انت مش هتتعم انت ما عملتش انت بنفسك حاجة برضو شهدت الوفاة لما بتطلع لازم ان يكتب ايه سبب الوفاة فانا لو جمعت برضو اعملت احصى لدي المكان ده هقدر اعرف سبب الوفاة ما يمكن سبب الوفاة نفس السببب لكذا حالة ورا بعض ممكن يجمعوا الانشورانس كامبانيز اللي هما زي ما قلنا في التأمينات ان انا كده الشخص هيجي عمل التأمينات في ورقة بتقدم بالحالة الصحية فانا كده جمعت دات عن حالته الصحية وقدر وقدر اجمع معلومات خاصة بكل الناس اللي جوهم قدموا الورق ده لو انا مثلا عايز افحص او اجمع معلومات عن الووتر عن ال اير عايز اشوف ممكن في ديزيز معينة بيجيلي من الووتر هيجيلي من ال اير عايز اجمع طب اجمع معلومات عنه منين هروح للاماكن الخاصة بالحاجة الخاصة انها تبتدي التابع او او هيا لها علاقة انها تشوف ال اير و الووتر و هاخد منهم الاداتا دي هجمعها من عندهم الانيمال هيفت داتا لو انا عندي مثلا مرض بينتشل عن طريق الانيمال من الانيمال الهيومن هجمع الاداتا الخاصة بالانيمال ذنين مرضو من البيطاريين لو عندهم اي ريكورد مسجلينها عن امراض معينة من الفارمز الفود منفاكتشرينج يعني كل مكان في ريكورد خاصة بالحاجات اللي هو مهتمة بيها او هي دي شغلته زي انا هعمل انا كدكتور او كانشورانس كده عرفنا هنفاين داتا هلاقي الداتا بتاعتنا فين طيب هاو الداتا بقى دي ار كوليكت الداتا دي بقى انا هجمعها ازاي فيه تلات طرق فيه منداتري ريبورتينج فولانتري ريبورتينج بابلك هيف انشييت سيرفي منداتري ريبورتينج ان انا عندي امراض كده كده لازمة تتبلغ لانها مقدة دي الزمية ضرورية لو انت الدكتور كشفته وليت شخص ده عنده المرض الفلاني لازمة تبلغ على طول ان الشخص ده عنده مرض كزا تمام طبعا السلطات الاعلى منك الهي 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 لازمة تبلغهم ان ان انت اكتشفت حالة عندها المرض ده دي ساعتها بنسميها اي الدزيزز دي بنسميها نوتفايابل دزيزز ايه نوتفايابل دزيزز خلاص عارفنا ده لازمة انا بلغ الاثوريتي عرفه من الشخص ده انا شخصت انه عنده المرض الفلاني طبعا هم والمرض ده مهم وليه اهمية طبعا للصحة العامة هو اثر على صحة المجتمع مرض خطير مرض مثلا معدي ده ده اول ما لايش شخص عند المرض المرض ده ابلغ الاعلى منه عشان اشوف عامل معي هنعزله في مكان ولا هنتصرف معه ازاي لان الدزيز اللي عنده ده مهم مهم هو هيصر على البرك البرك كله طيب من امثلة بقى الماندات الريبورتينج ايه او المرض ده يعني ذو اهمية ايه المرض زي ومن اللي ممكن المرض اللي يعمل لي زي الايبولا فيروس ومن اللي اهمية ما بين عموما زي تمام دي كده امثلة على طيب الريبورتينج الريبورتينج ده انا اللي بعمل انا الريبورتينج ده عادي انا بعمل وبجمع المعلومات وعادي او المدية يعني عادية مش مانداتوري ان انا ابلغ بيها او الميديا ريبورتينج او في حاجة مثلا حصلت غير الناس متعود عليها في حاجة حصلت الميديا بتاتت تتكلم عنها الاعلام بتات يتكلم عنها ده هنعمل عنها سيرفيلانس ونجمع عنها دات وكل الكلام ده ولكن انها مش مانداتوري تالت حاجة ان انا لو عندي مرض معين وشايف انه احدش اصلا بيعمل عن المرض ده ومحدش مهتم بي ومحدش فانا قلت انا اعمل انا من النفس كده دي معناها انشياد سيرفيلانس يعني انا هبدأ ان انزل وهدور انا على اعمل سيرفيلانس واجمع دات عن ديزيز معين تمام ده كده يا شباب انا اللي هبدأ ادور مسلا واعمل سيرفيلانس او الاعلام مبتدى يتكلم عن ديزيز معين ظهر انيوجول فانا هبدأ برضو اعمل سيرفيلانس عنه اه واجمع معلومات وفيه بقى سيرفيلانس ايه سيرفيلانس طيب بعد كده ايه انواع السيرفيلانس اللي عندي فيه روتين سيرفيلانس فيه سينتنال سيرفيلانس وفيه سيرفيلانس اول حاجة روتين سيرفيلانس ده ده لازم نعمله ده يعني في كل الدول في كل امجد ده سيرفيلانس كل الاسسوس اللي نقلنا عليها قبل كده في الهوزبتل فيه في الانشورنس في مناطق اللي هي التأمينات الانشورنس اللي خاصة بالانيمال اللي خاصة بالووتر والاير اي مكان فيه فيه هجمع كل المعلومات عن كل الحالات من كل الاماكن ده حاجة روتين يعني ده برضو هجمع الداتا وهبدأ ان داتا دي تتنقل طبعا وعمل دي استميليشن طبعا كل يعني شخص بيجمع داتا 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 تتتنقل بقى يعني للسلطات الاعلى فالاعلى ودي ده دكتور قالت ان السيرفيلانس بيبقى عموما مش الروتين سيرفيلانس بس اي سيرفيلانس بطي ملي متد انت معك وقت محدد عدد شهور محددة تعملي سيرفيلانس عن زيز معين وتبلغني بالمعلومات اللي انت وصلتلي ثاني نوع من السيرفيلانس السنتينل سيرفيلانس دانا بستخدمه لما انا مش من استهل ان اعمل الناشنال بيبليشن بيز سيرفيلانس ان زي سيرفيلانس ده هلس ويركرز ديفين هوموجينس بيبليشن سب غروب داتا فروم ديز سب غروب زي كوليكتد دو استيم ديز 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 اندر سيرفيلانس انا هنا مش هقدر اعمل الناشنال ده مش هقدر اعمل اللي هو على مستغل الدولة كلها هجمع المعلومات فببتدي ان انا اعمل جروبز معينة تمام جروبز من الببوليشن مشتركين في بعض الصفات وببتدي ان انا اجمع داتا من السب جروبز دي ده سنتين السيرفيلانس تب الاسمتين سيرفيلانس دي احصى جرد و احصى للمنطقة دي هشوف مثلا فيه كم حد عنده في المكان اللي انا حددته هشوف كم حد عنده دايبيتس هشوف كده تمام هشوف كم حد عنده كانسر مثلا في الكوهرت الكوهرت مثلا انا بمشي مع وشوف هيقد المرض ولا لأ يعني انزلت في منطقة لقيت فيها مثلا جبت الميلز اللي فيها فيه كم واحد مثلا بيشرب سجير تمام هبدأ ان انا اعمل له الكوهرت ان انا هفضل متابعاه هشوف بقى هفضل اتابعه كذا سنة كذا سنة كذا سنة لحد مشوف في الاخر الشخص ده هيوصل ان يحصل له كانسر لانج ولا لأ هشوف هيحصل له ولا مش هيحصل دي معنى الكوهرت طبعا ان انا هحد دي دي زواء كان حالات الجديدة اللي ظهر عليها دي او تبقى الحالات القديمة مع الحالات الجديدة هبعمل احصل لكل الحالات اللي جالها الدزيز ده تمام كده احنا عارفنا يا شباب ايه الانواع السيرفيلانس ان احنا قلنا روتين وسنتينل و سبيشال ستاديس الكريتيريا المواصفات بتاع الدزيز اللي يخلينا اقول الدزيز ده لازم اعمله او يتعمله اول حاجة يعني المرض ده لا هيأثر على عدد كبير من او اثر على عدد كبير من اثر على عدد كبير كده من ناس يبقى لازم نشوف لازم نشوف المرض قصته ايه بالظبط يبقى عامله تاني حاجة تاني دزيز معين لا بيموت او بيعمل اعقاد يعني بيعمل حاجة خطيرة مرة واحدة يبقى لازم نعمله تالت حاجة مرض ده عادي اذا سهل منعه لو انا لقيت له كده سهل سيطر عليه ومنعه وقل الحدوث ما كويس طب ما اعمله واشوف الفاكسين بتاعه ايه وودي واشوف التأثير بتاعي بعملي زي ما يمكن الناس تتحسن على المنز وابقى كده تمام رابع حاجة that could cause outbrakes زي الكوليرا زي المنجي كوك المنجي هامل outbrakes هانتشر في number of persons في limit time في certain place هاييجي في مكان معين في وقت معين وانتقوم انتشر ما بين عدد من الناس طب اعمل surveillance للدزيز ده وحجمه او دزيز ده عملي outbrake فعلا فانا هابدأ اشوف عشان اعرف عشان ما ينشر اكتر من كده خمس حاجة اعمل احتياطتي وكل حاجة لما خلاص جه ومشي اعمل ريمرج تاني ريمرج تاني ريجع تاني زي الكوليرا زي المالاريا يو زي البوليو والمالاريا ده لا ده ده تارجد فيه توجيه دولي او من الدولة لا لازم نعمل على البعض الديزيز زي البوليو زي المالاريا انا هامل على الديزيز ده علشان برضو جمع عنه معلومات واشوف هو اوصل معي اي الديزيز ده بقى دي كريتيريا بتاعت الديزيز او انها تارجد لناشنال او انترناشنال اي بروجرم دي كده بقى لست في مصر اللي انا عملها ريبورتنج يعني بمقتسمة جروب او ب و س جروب اي بعملها اميديوت ريبورتنج او الملاقي الحالة دي لازم نعملها ريبورتنج على طول زي المنانجاية زي الانكفالية سنة معادية الريبس الدفتيريا المالاريا البوتيوليزم اللي حاجاتي قلها في جروب بدي ويكلي ريبورتنج دي بعملها ريبورتنج كل اسبوع او اسبوعين زي تايفوية بروسيلوزز تيوبركيولوزز ميسل زروبيلا برتصص بلدي ضيارية تمام مش عارفة يا شباب بقى الامثلة كلها المفروض تتحفظوا ممكن تسألوا شهريا زي الهيباطايتس المنبس الليبروسي الفاشيوليز والفلاريز تمام كده يا شباب طيب ذاتوب بقى اكتر 10 كوزز للديث في مصر حسب ما سيدي سي طلعت سنة 2013 اول حاجة الاسكيميك هارد زيز تمام لها جلطات القلب والاسكيمية بتحصل في القلب 21% بعدها الستروك لها جلطات المخ يبقى جلطة في القلب والجلطة في المخ زي ما الدكتورة كنتمسك مهلك في السكشن اه اسكيميك يبقى جلطة في القلب والجلطة في المخ بعد كده بالسي بقى الانسر والسيرروزز بعد كده الاثنين اللي في اللونج اللور رسبيروتري انفكشن بعدها السي او بي دي اخر حاجة بقى اربعة وربعة بعد كده اللي هو كيدني disease rude injuries الهيباطايتس وي الضيابيتس تمام يبقى كيدني مع الرود بعد كده الهيباطايتس وي الضيابيتس وسأعلى حاجة هي 21% تمام كده يا شباب نحل بقى شوية اسئلة قبل ما نكمل باقي الات تيتوريال هنراجع على طول بس علي احنا احنا اتكلمنا علي الحد دلوقت بقى اول حاجة احنا عرفنا عن ايه surveillance وعرفنا خلاص انه هو systematic collection analysis and interpretation and distribution data عرفنا انه بيوفر للمعلومات اللازمة عشان descriptive epidemiology بتاعي disease من حيث person and bliss and time قلنا مني اللي بيعمل heath surveillance الابديميولوجيست الميديكال البروفيشنال the pharmacist the insurance providers the emergency responders and health departments قلنا ليه بنجمع اصلا وليه بنعمل surveillance قلنا لانها توفر لي هنقاس حجم المشكلة قد ايه هنقدر نحدد مكان disease نقدر نحدد لو في epidemic حصلت نحط فرضيات ونظريات ونشتغل عليها امكان نوصل لتريتمينت معين او vaccine معين هنقدر ان احنا نقدم services معين للمناطق اللي مناطق اللي فيها قلنا احنا فين نلاقي data قلنا اما نعمل services اللي هعمل انا ال data لسه بنفسي تمام او ان هي متوفرة في hospital death birth record او ان اخذها environmental systems لو انا اريض data عن water او air او animal health data لو انا disease اللي عندي ده خاص بالanimal او هينتقل من animal لهيومان اه قلنا ال data او not strong public interest وفي voluntary reporting ان انا بعمل reporting عادي ل persons مش mandatory مش ضروري او ان مرض معين ظهر جديد او حاجة انيوج وال يعني الاعلام بدأت يتكلم عنها فانا اعمل surveillance وreporting بس مش mandatory وفي public health اللي احنا قلنا الشخص بيبدأ يعمل هو surveillance منه نفسه disease محد اهتم انه يعمل ايه surveillance او كده طب قلنا ايه types بتاع surveillance وقلنا اما routine ده بيبقى surveillance اللي الدولة كلها بجمع data عن كل cases من كل resources اللي انا متاح ان اخد data منها وtime limited وقلنا sentinel دي مش سهل ان انا اعمل national فببتدي ااخد جروب معين واشتغل عليه وقلنا special studies دي بقى زي كروس sectional او cohort ان انا ببتدي اتابع الحالة عندها risk factor اتابع اتابع اتوصل للdisease ولا لا او احدد ال instance والprevalence بتاع disease معين فبا الكريتيريا بتاع الدزيز اللي يخلي نحط تحت surveillance واشتغل عليه بقى اعمل عليه surveillance وان ان يؤثر على رجل number من ال reportable disease في مصر aobuc immediate reporting weekly reporting monthly reporting وانا الطب 10 اول حاجة الخارج واخل حاجة diabetis نبدأ بقى في الاسلالي الخباب اول حاجة هو public health surveillance epidemiologists medical professionals pharmacists وقالوا في ضعباب طبعا اللي اجابة هتكون قالوا في ضعباب كل اللي يقدر يعمله health surveillance highly communicable disease is chicken box اللي ابولا فيروس من highly communicable أو transmittable اللي chicken box هو ده مو عادي بينتقل بسرعة بين الناس in this surveillance the health workers define the homogenous population subgroups data from these subgroups are collected to estimate diseases under surveillance ده في الرتين surveillance special studies sentinel surveillance هيبقى sentinel surveillance لانا انا هعمل على مستوى جروب معين subgroups بس مش هيبقى national ومش special سيبقى هو sentinel surveillance monthly reporting diseases are all except acute hepatitis mumbus lebrusy meningitis هيبقى الاجابة هنا من mononjaitis لان mononjaitis اللي هي immediate reporting تمام كده يا شباب نكمل بقى التتوريا لاخدوا نفس عميق كده عشان هنكمل الباقي من التتوريا هنت هنتكلم عن ايه بعد كده ايه الكريتيريا بتاع ان انا اقدر اقول ان السريفولانس اللي انا عملته ده successful surveillance system ايه الكريتيريا بتاعته في كده كريتيريا كده شوية هيمشروحين وشوية ورا بعض على طول اول حاجة completeness completeness the percentage of reports received relation to the targeted number of reports انا انا اعز انت قلت الوقت انها مفروض هوصل لك او هبعت لك مثلا عدد معين من reports و جيت بعت لي انا هبعت لك report لان اذا بعت 500 100 بس الاخ يبقى ده مفيش completeness او انا اعز احسب النسبة اذا كنت في completeness ولا لا اعامل ايه ههقسم actual number of reports received على targeted number of reports that should be received المفروض انت بحضل انت هتبعت عليه وقم ضرب النسبة في 100 ثاني حاجة time effective surveillance system provides information on time to the response soon enough to minimize morbidity and mortality الصح ان انا data هجمعها وحلل لو ضبطت بكل information تتبعت on time في الوقت المحدد ده طبعا احسن لانه لو مرض خطير هلحقه بسرعة قبل ما يدخل في morbidity or mortality لو انا هحسب هكذا انا هقسم ال number reports on time على target number المفروض يبقى received وهضرب في 100 time ثالث حاجة surveillance system يبقى يبقى collect too much useless and complex information is not efficient يعني انا مش لازم اجمع اي data معقدة data ملاش لازم راغية على الفادي ده كله مش لازم لازم ان تبقى surveillance system عندي يبقى simple مجمع data المهمة والضررية على طول رابع حاجة representative effective surveillance system should describe the disease in terms of person bliss time يعني لازم انا موصف disease صح من حيث person bliss اني وصف عشوائي وخلاص يبقى representative بوصفه من حيث person bliss time تمام فانا كده شملت disease وانا بتكلم عنه من كل الجوانب give mean في مكان وفي اي توقيت خمس حاجة flexible flexibility is important when a new health problem are is there مع مشكلة ده ظهرت على طول هبدأ اعمل surveillance هبت اعمل عليه هجمع معلومات هبعدت هشوف هعمل اي بقى flexibility في مرونة بعد كده hierarchical from the most central level احنا قلنا البريفرال انا مثلا دكتور هيجمع data nurse pharmacy طب هابدأ اوصل لنظمة بقى data كده تطلع بشكل هرمي يعني انا هاجيب ها من البريفرال سورسز دي كلها وقوم باعتها في الاخر للهيئة الكبيرة يعني هبعتها للوزارة هبعتها لمنظمة معينة دي كده central level انا بجمع من البريفرال على مستوى pharmacy doctor مش عارف ايه وابدأ في الاخر باعتها للهيئة الاخر حاجة in this way health officers at each level should receive data about the area under their legal authority which can be analyzed and used to guide the local control active باكل واحد هجمع data من المكان اللي هو ليه سلطة عليه وده تبتدي تتنقل للسلطة الاعلى فالاعلى تمام طيب من ضمن المواصفات برضو ان انا اقول على surveillance system انه successful او يعني تكمله للصفات اللي فاتت ان يبقى acceptable انه مقبول يعني موافقة على surveillance وانت مقبول لدى الناس يبقى تبقى دقيق وانت نواس مستمر على طول بعمل بحث وعلى طول واخبالي من الديزيز ده ومتابعه consistent يعني ماشي مع بعض وconfident بمعلومات يعني فيه ثقة في المعلومات والمعلومات صحيحة وفيزابول يعني easy برضو information وsimple بعمل feedback على طول sensitive لأي والديزيز على طول بيلحق يعني يجمع معلومات عن الديزيز ده ومعلومات دقيقة standardization يعني ماشي بطريقة systematic وعلى standards معينة ويسفو الناس ونبقى في الآخر مفيد يعني أنا فعلا جامعت data مهمة واستفدت فعلا من الآخر من surveillance اللي أنا عملت ده تمام كده شباب كل اللي فات ده بشوية اللي احنا قلنا دول ده كده عبارة عن variables كده لان هايز بقى اللي حصل او التغييرات اللي هتحصل مع الوقت ودي كم indicator هم خمسة input process output outcome impact اول حاجة input indicators are the resources needed to implement the system دي resources اللي أنا محتاجها علشان اطبق surveillance system المني اللي أنا محتاجه المشين اللي أنا محتاجها أي معدات أنا محتاجها محتاج مثلا trend person محتاج طاقم كده يشتغل معا شان نعمل surveillance ده finance التمويل standards والguidelines communication facilities forms for surveillance computers stockpiles اي اي حاجة اي معدات اي money اي حاجة أنا محتاجها علشان نقدر عمل surveillance ده كده input indicators هقيم هشوف متوفرة ولا مش متوفرة وكلام ده كله ثاني حاجة process indicators which are critical for attaining the surveillance core functions such as training and supervision يعني أنا هبدأ اشوف الprocess فعلا بقى ماشي صح ولا لا هتدي اعمل monitoring هشوف بقى فعلا surveillance ده ماشي صح ابتده فعلا تتطبق يعني فعلا ابتده يتاخد خطوات والsurveillance ابتده يعني الفريق يعمل السيرveillance اللي هيعمله والactivities المخطط انها تتطبق فيها لانه بتتعمل ولا دي process indicators الاوت boot indicators دي measure immediate results reporting and number of trend personal والfeedback يعني دي بقى بتقيس او بتقيم الresults اللي طالع immediate يعني كان اليوم بيوم كده كل result اللي بقى بتدع ان انا اشوف الresults اللي راجع عادية والfeedback اللي حوصل ده وقيم وتابعو الاوت come indicators دي او الاسم intermediate results ده بيميجر الquality بتاع surveillance system والextended which the surveillance objectives or achieved ده برضه انا لسه نتابعه السيرفيلنس system ماشي كويس ولا لا والجودة بتاعته عاملة ازاي وبرضه المعلومات اللي بيجيلي بقى the intermediate results بقى الresults العملة الجلي مع الوقت والاي مدى objectives والاهداف اللي انا حاطط والمفروض عايز اعملها بتطبق على يعني صح ولا مش بتطبق ولا اللي بيحسن فسي include indicators for usefulness هل فيه الموضوع يصفل ولا لا هل عدد reports المفروض بتوصلني فعلا عدد زي ما هو ولا بيوصلني عدد اقل use of surveillance نسوي الكلام ده كله ان الحاجة بتوصل on time results بتوصل on time ولا لا ده خمس حاجة impact indicators بعدها long term results يعني هشوف بقى الابجيكتف كلها تطبقت ولا الاهداف اللي انا كنت محتاج اعملها وكل الحاجات اللي انا كنت محتاج اشوف ها وعرف عن زي 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 عملتها ولا لا والكلام ده disease changes for morbidity patterns انا جمعت معلومات عن disease وقلت طب انا عمل surveillance مثلا انا هدي treatment معين واشوف اقيم الحالة بتحسن ولا بتموت ولا ايه اللي بيحصل ده بقى المدى البيعيد بقى انا انا هقيم long term results ده impact indicators فبالتالي add the onset of implementation to surveillance system في البداية كده انا ببقى لكن في وقت بقى when the system starts stabilize surveillance والدنيا تمام هابدأ ان انا اركز او التركيز اكتر هيبقى على outcome وال impact outcome انه هو التركيز هيبقى على results بتوصلني ازاي وهابدأ اقيم ال intermediate results اللي هو result بتوصل ازاي بتوصل في المعاد ولا لا بيوصل لي عدد results المفروض يوصل ولا لا مهم ولا مش مهم مفيد المعلومات دقيقة ولا لا اداة تركيز هيبقى على كده وعلى impact بقى long term results انا متابع على المدى البعيد مش هاد تابع شهر وهسكت ما هفضل متابع الفترة تمام ففي الاول ان التركيز بيبقى input وال process مع الوقت وال system تمام وماشي وسبت دم وكده هابدأ ان انا ركز اكتر على outcome وال impact ده alert threshold ده critical number of cases ده عدد كده يعني محدد من الحالات that is used to sound and early warning يعني خد بالك انت وصلت العدد لا خد حذرك بقى فيه كده مشكلة launch and investigation as the start of an epidemic and prepare to respond to the epidemic خد بالك انت وصلت threshold يعني الرقم معين خلاص ده علامة ده critical number ان فيه مشكلة ده علامة تحذير خد بالك تمام دي كده alert threshold تحذير the epidemic threshold the critical number or the density of susceptible hosts required for an epidemic to occur ده number اللي أنا لسه رأدي number معين من الناس او كسافة معينة من الهوستس يعني المفروض يصابوا بالdisease ده عشان اقدر ان كده حصل epidemic فعل لكن alert threshold ده من الاول خالص انا لو زار يتوبك عندي حالة انت الحق نفسك عشان ايه هدخل في epidemic لكن epidemic threshold لسه محتاج عدد معين عدد اكبر شوية تمام فده العدد اللي اقدر اقول ساعتها ان انا هدخلت في epidemic ده epidemic threshold epidemic threshold is used to confirm the emergence of an epidemic as to step up appropriate control كده انا عرفت ان حصل فعلا epidemic لما وصلك العدد الحالات حاجة لها disease العدد يدول ان حصل epidemic كده حصل epidemic يبقى كده الموضوع خطير هبدأ انا نعمل فعلا control measures zero reporting of the absence of the cases او في يوم مسجلتش ولا حالة مابعتش اليوم ده مابعتش الresults دي لازم انا ابعتها وقول ان انا مسجلتش ولا حالة يبقى reporting of the absence of the disease under surveillance participants haven't merely forgotten to report يعني معنى الناس اللي بتشارك او مش انا نسيت ابعتلك لا ده انا فاكر وبعتلك وبقول ان مفيش ان ده زير ومسجلتش حاجة النهار ده مثلا عمسجلتش حاجة في التوقيت ده تمام طيب يعني في كم معلومة كده في شوية مواصفات لازم انت تبق يعني تبقى موجودة الحالة دي فاهم المواصفات دي بتاع المرض ده واحد اثنين ثلاثة اربعة ابعتلي اعمل لي ايه reporting بالحالة دي سجله الحالة ما تطبقش على المواصفات دي كلها خلاص دي ما تبعتلي الحالة دي فاييه كيس ديفينيشن مثلا ممكن اقول لك الحالة دي تبعت هاي او كيس مثلا واشعة وتحلو بتاع وليت فعلا المرض اثبت يعني عندها الدزيز والابديميولوجي من حيث الوقت والبيرسون كل حاجة تمام هاسجل الحالة دي تب حالة مثلا مش متوفر فيها المعلومات دي مش هسجلها خلاص هسجلها تمام فمعنا كيس ان دي مجموعة من الكريتيريا لازم تبقى متوفرة في الكيس اللي عندي عشان اقدر ان انا اسجلها معايا ان دي فعلا كيس وهسجله هتتبعت وهبلغ بيها تمام كده يا شباب هنرجع بعد جزء التاني اللي احنا قلنا ده عشان نحل الاسئم احنا اتكلمنا في الجزء ده على ايه اتكلمنا عن الكريتيريا ازاي امت اقول عن الاسئم قلنا الكمبيتنس ان انا بقسم النمبر الاكشو والنمبر اللي ببعتلي على التارجيت النمبر الطايم النمبر اللي ببعتلي على التارجيت النمبر واضرب طبعا في مية سيمبل ولا لا ريبرزنتيدي ان هو بقى مواصف فعلا كبيرسون وكبليس وكتايم فليكسابل ولا لا وقلنا الحتة اللي هي الهيراريكي انه ببدأ اجمع المعلومات من البريفرا للسنترال وانه اكسبت الانديكيتور اللي هقيم بيها السيستم قلنا في الانبوت ان انا هقول الانبوت ان انا هقيم او هشوف الريشورس اللي انا محتاجاها البروسيز ان انا همونيتور الامبليمنتيشن بفعلا تبدأ تطبق بقى واخد خطوات وطبق السريفيلانس ولا ايه والاوتبوت الانميديت ريزلتس هقيم الاوتكم الانترميديت ريزلتس او على يعني ايه الكواليتي بتاع السيستم مع الوقت وانا بقى هبدأ اقايم اليوسف والكمبيلت والمواصفات اللي احنا يسا اعلانها وانبوت اللي هو اللونج تير ريزلتس هبدأ اقايم قلنا الامبوت تير من بعديها لازمة ناخد بان لان انا كده هبدأ اخد استعتددي لان هدخل في الابيديميك الابيديميك دي كريتيريا لازمة تبقى متوفرة في الكيس عشان اقدر ايه اقول اعمل 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 تمام كده شباب طيب الاسئلة بقى ذات امص بي دي دي مانور from the most بريفرال level to the most central level true or false true من البريفرال الدكتور النيرس الفارماسي مش عارف اين الانبوت indicator ولا process ولا الابت ولا outcome طالما الانميدي result يبقى الابت indicators تمام الابت indicators لكن الانبوت دي الاسources البروسيس انها شفت بتدل طبق الا الابت الانبت 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 indicators as the onset of implementation of all surveillance systems in phases is placed on the input and process indicators true or false true تمام اشباب اشباب the outset of implementation of all surveillance systems emphasis is placed on the input and process indicators true or false true لان احنا قلنا لما متدي نطبق surveillance system انا بابقى بتركيز على الانبوت والprocess لكن لما خلاص يبقى استابيلايز والدنيا تمام مستقرت ده انا بابقى ركز على outcome وعلى اخر حاجة الانبوت indicators والoutcome تمام ده في الاخر لكن في الاول او انا بعمل outset list بيبقى تركيز على input والprocess يبقى هنا كده true اخر حاجة reporting of the absence of cases of a disease under surveillance ده كده case definition alert threshold epidemic threshold ولا zero reporting zero reporting طالما انا بلغت ان مفيش cases absence of cases يبقى احنا يا شباب وصلنا لهاية tutorial يا رب تكونوا فيهمتو كويس ورافيع يسأل اللي بعتوه وحاول الرد عليكم ان شاء الله وربنا يوفقوك يا شباب